شكلت عبر مادة التراب لوحات فنية ساهمت بابتكار فن جديد معبر ويعبر عن العديد من المشاعر والأحاسيس الداخلية بدنا نرحب اليوم بالفنان الموجودة معنا بالستوديو جوليا سعيد بدنا نرحب فيكي وأهلا وسهلا فيكي أهلا وسهلا بيكم كم بدي قلت لك سعيد بس تذكرت التينة بالكنترول إن شاء الله إيامكم كلها سعيدة عافظي فتذكرت إنه جوليا سعيد أهلا وسهلا فيكي بدنا نرحب فيكي عبر هوى نينار أهلا وسهلا بدنا نقول لك الحمد لله على السلامة لأنك جاي من طرطوس وعندك معرض رح نحكي أكتر عن المعرض اليوم بدنا نحكي بالبداية إنه أي طفل لما بده يبلش يرسم بالورقة والألم وبعدين بيتطور للألوان أنت كيف كانت بدايتك؟ بدايتي الرسم أهلا التراب ملها أي طفل أي طفل بيحب يلعب بالتراب يعني أهلا استكشفتي إنه في شي طراب فينا نقدر نرسم فينا نقدر نشكل لوحات معينة هلا رسم بالتراب عندي أنا من الطفولة فيها عمر معي البيئة اللي أنا ربيت فيها بيئة هيكي طبيعة أطيصان المباشر مع الأرض مع الطبيعة الخيط مع الطبيعة فبي خليك تتأثر وهيكي صرت أرسم فأنا رسمي كتير بألوان ماء وكريليك وزيتي بس هيك فترة الحرب رجعت أرسم بالتراب من أول وجديد بتيحانية جديدة لما كنا صغر كنا نلعب نلعب بالتراب لعب نلعب نرسم على الحيطان على الجدران على الحجار بس ما نعرف إنه شو معنى إنه عم نرسم على الحيطان أو على الجدران نرسم هيك بالشكل لهو لما كبرت صرت أعرف إنه هيك إنه التراب هو ما في أحلم إنه إحساس لما بترسم فيه إنه عن جد عالم تاني للطفل هلأ التراب يختلف عن الرمل يعني نحنا الشي اللي بترسمي فيه ما نرسم على الرمل أو مثل اللوحات يلي منشوفها أحيانا بيحطوا مثل ضوء وشقفة بيضاء وبيرسموا بالرمل ما أنت لوحة الرمل اللي بيختلف عن التراب الرمل بي ممكن اللوحة ما تستمر أما التراب اللوحة بتستمر لسنوات حسب التقنية اللي أنت عم ترسم فيها نزجي الألوان فالتراب غير هو عبارة عن التراب والمي أنت عم تمزجها الترابة تمزجها بالمي وترسم فيها رح نحكي أكتر عن هذا الشي اللي بتستخدمي فيها هي التقنية كنا عم نحكي عن التراب والرمل في نوع التراب معين أنت بتستخدمي دم اللوحاتك ولا لا ما في تراب معين أي تراب بتشوفي بتاخدي وبترسمي فيه ما في تراب معين لا أي تراب موجود تقدر ترسم فيه أي تراب موجود نحنا في نرسم فيه بس شو بلفت نظرك فيه أنواع للتراب فيه ألوان في الطبيعة في الجبل بأي مطابة الرحلة بيكون فيه التراب تختلف يعني فيه ترابة حمراء فيه ترابة بمني فيه لون أصفر فيه لون أزرق مخضر فيه لون أبيض هلأ مو رمل أبيض؟ لا مو رمل لا لا ترابة بيضة لأن هذه المزجتها أكيد هلأ هاي ترابة أنا جبتها هاي ترابة بيضة هاي ترابة بيضة هاي ترابة بيضة طبعا هلأ رح نحكي عن كيف بتمزجي لحتى يطلع معك سهل كتير مبدا بجي بالمي بجي بالتراب وخطوه بالصحم بالبيت بأي شيء بقصيص وبتمزجوا ما بيتشكل بيصير طين يعني بيصير طين هو ما بيصير طين خفيف بتزيدي مي بنزيد مي نحن نتحكم بالدرجة اللونية نتحكم بكسافة اللون نحن عنا نشوف هون ترابة بني بني هاي حمرة بتصير على اللوحة لون أحمر هاي ترابة حمرة هاي يمكن بتوقع أكتر شيء موجودة بحمص هاي للترابة من كل المحافظات أنا بأي مكان بروح لأي محافظة بهيك بحب عندي هواس انه جيب تراب واجمعه وامزجه وطالع لوحات فنية السؤال هلأ اذا حطيتي تراب خلطي مثلا تراب الأبيض مع التراب البني هل ممكن يتشكل لون جديد؟ بالبيض شكل عندي لون جديد وطالع الدرجات اللونية كتير حليه صعب انك تستخرجها من اي لون تاني من اي حتى من اي لون تاني يعني مثل الالوان الزيتية كأنه التراب هذا التراب كأنه صعير على اللون بيج هذا مزج لونين اللي هو أصفر وأبيض أصفر أصفر وأبيض عندي ترابة صفراء يمكنك هاي مبعف إذا جايب تم معي أو نسيان تماما بالمعرض هذا الترابة الصفراء مع اللون الأبيض مع اللون اي بتعطيني اللون للبشرة كتير حلو طيب اذا بدنا نحكي شوي عنك انتي كيف هيك حسيتي حالك انه انا اخذي خط لحالي ماني بالالوان بترسمي الوان صح؟ انا برسم ورسمت كتير الوان لوحات وعندك معارض بالالوان وعندك معارض عندك مشاركات داخل القطر وخارج القطر بالالوان طبعا بس هلا خلاص توجهت صار عندي يعني شغل في الرسم بالتراب وين ما رحكت وين ما جيت اي لون تراب بيلفت نظري بحب جي تحبي تاخذي منه اي هلا احيانا بيقولولي صبغي طالعي الوان منه بقولوا لا انا هاي انا عندي ممكن تحطي مثلا لون مع التراب ممكن انا بس ما بحب خلاص بحب الدرجة اللونية الترابية يعني هيك حلاوطة بنكهتها وبطبيعتها اي صبغة بدون شي نكهت التراب غير شي كلي ريحة التراب هير يجبني طيب بعدين ما بيخرب ما عنده مثلا مدة صلاحية مدة صلاحية باي وقت ترجع له بيجمد اذا ضل فترة معينة بيرجع من اول جديد حط مي من جديد وبيرجع من ميزج هلا انا رح بلش طلي على اللوحات الموجودة معي هون هلا انا كنت فان لح جيب لوحات معي بس هلق معروضات بصالة الرواق ومدعويني الكل طبعا كل شي متواجد عندنا بالشام من اهل هاي لوحة الموجودة اذا فينا بس نشوف على الكاميرا هاي اللوحة هاي اللوحة هاي اللوحة شو؟ هاي عن الفنون الشعبية بفرقة العجيلي بالرقة وقلعة جعبر هاي الالوان المستخدمتية كمان اكتر من اللون؟ هل هذا اللون زيتي ولا لا تراب؟ لا لا تراب ما فيها الابيض تراب؟ تراب؟ طبعا تراب تراب لون تراب بحاطط له احمر هاي دخلت فيه اكتر من اللون؟ اكتر من اللون؟ حلا بالبداية انا بلشت باللون الاحمر وبعدين صرت تطور حالي وصرت اكي الفتناظري اي لون وامزج ودور وشي يعني مثل الالوان بس ولكن بطريقة ابداعية جدا نو جديدة وصابتي اشوفها على كيفينه يعني ايه ما بيهر ما بيهر لا ما بيهر الديل بيتك مليان يمكن لوحات؟ ايه انا رسمي بيغفتهم بنتي شجرة من التراب وكلهم هل يطلبوا مني انو بدي اعملوا عم تجيني مشاريع هيك انو رسم بالتراب حلو كتير خلينا ناخد كمان هيك اللوحة تانية هاي اللوحة كتير حبيتها كتير حلوة وان شاء الله هيك تعجب اللي عم بيشوفوها كتير 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 حلوة حلاء مربيت بالرقة عشت هوني كحياتي طفولتي بطرطوس وشبابي بالرقة فكتير تقصرت بالطفولي وبالفترة هاي اللوحة فحبها زي هذا كتير هذا زي اهل الرقة بشكل عام يعني الانسة الشرقية يعني مع الخيل كمان كلها من التراب كلها من التراب طبعا سؤال كيف بتثبتين على اللوحة يعني هلا اوكي مزرجتي بالمي كيف سبت هون؟ هو بيثبت اصلا التراب هو في مادة في صبغة ما بيهر؟ في صبغة لأ اذا اجعل تياب ما بقى يروح لما كنا صغير كنا نخاف صراحي تراب على تياب ايام المدرسة اذا اجا تراب على تياب المدرسة ما بقى بيروح هو اصلا فيه مادة صبغة في صبغة تراب في صبغة فما ما تحطي له اي مادة لا ما تحطي له السلح عم فكر اني انا طي استمر لسنوات أطوال انه ادهنه باللكات أو ممكن حط غيره بس مرحلة احتي يمكنه بيعطي لمعانه اكتر لسلحة معاني داخلت لأي اي شيء اي شيء. اي كتير حلو. هلا بدنا نحكي كمان عن المعرض يلي عم بتساوي حاليا بالشام يلي هو كان مبارح الافتتاح. نحكي عنه أكتر برعاية مين. ولقيمة مستمر المعرض يلي بحب كمان يروح يشاركك ويشوف اللوحات على الطبيعة. المعرض كله بالترب. ما اللوحاتك ولا في لوحات زيتية؟ المعرض كله بالترب. ما في أي لوحة زيتية. بالرغم أنه عندي لوحات كثيرة. بس حبيتي تخصي معرض ترب. وسميته معرض ترب وحنين. وطبعا ساعدني بالعنوان صديق معيد بنرج كمان بيترطوس. أيمن حسن. نرجح له تحية أكيد. نرجح له كمان تحية. المعرض لآيمة مستمر. مستمر ليوم الخميس من يوم الأحد إلى يوم الخميس. طبعا تحت رعاية وزارة الصحافي ورعاية اتحاد الفنانين تشكيلين في سوريا. المعرض وين عم بيكون؟ بصارة الرواق. وين؟ صارة لوئي كيالي. المنطقة؟ بيسموها العفي. خلف السفارة الفرنسية. خلف السفارة الفرنسية. تمام تمام. يعني بدنا ندعي إجمالا الجميع من الساعة خمسة إجمالا عم بيكون؟ من الساعة خمسة دائما من الساعة خمسة بعض الظهر. لأنه ساعة للثمانة. الثمانة ونصف تسعة. شو متواجد زوار؟ نحنا متواجدين. متواجدين. الساعة 11-12 في الليل. نحنا متواجدين معنا وأهلا بسهلة فيهم. كثير حلو. كثير حلو. بالتعلمة كمان طلاب يرسموا بمادة التراب صحيح؟ خلينا نحكي شوي. أحب الأطفال. أنا بشكل عام بحب الأطفال. الطفل لأنه ما فيه أحلم إنه هو إحساس وصادر. حبيت دخلوا به هالمجال به المحترف هابي. وكثير هني حبوا. هو الطفل كثير حبوا. صاحب البداية بيستغرب إنه. ما كان فيه مانع من الأهالي إنه ابني بيوصخ حاله بالتراب؟ بالبداية كان فيه مانع. بس أنا بلاحظ ما فيه طفل يرسم بالتراب اللي عم يرجع يعيد حول لوحة وثلاثة وثلاثة ويطالبوني. قد نرجع عيد رسمهم بالتراب. كثير حلو. أحيانا بيكون يمكن الأهالي بيكتشفوا طفلهم من خلال لوحات بيرسمها هو. صار معيك حدث معين بأنه أحد الأطفال صار يرسم يمكن مشكلة بتتواجد عنده بالبيت. أو يمكن مخيلته أنه هو بيحب مثلا يصير قصة معينة. فرسمه نبهتي أهله شجعتيهم على قصة شفتي حدا عن جد قدرة أنه هو يرسم ويفوت بهذا المجال. هلأ بالرسم الطفل أي طفل بيعبر عن انفعالات وعن مشار وعن شيء أي مربوطات عنده. فمن خلال عشرتي مع الأطفال وخبرتي أنا هلأ يعني بفترة طويلة اللي هني عن جد هني عالمي. عالم الأطفال. الطفل بيبالغ بأي شيء بيشعر فيه. سواء محبة كره حرمان حزن أي شيء الطفل بيبالغ فيه. ما بتشوف إذا بيحب أمه مثلا بيحسوا بيطول شعرها. بيحب أبو مثلا بيطوله بيعمله الطويل. يعني الطفل بيبالغ بأي شيء بأي مشاعر عنده سواء كانت مشاعر سلبية أم إيجابية. أنا كثير عندي حالات أنو الرسمي هي بتوديك القصة معينة. هي قصة هو الطفل عمر سم قصة على اللوحة هذي. فكثير أنو حالات أنو بنكتشف حالات شخصية أو عنده الطفل ونحن نتواصل مع الأهالي. يعني أنو ابنكو عندو هيك شي بيتفاجئوا. بتعلميهم ضمن معاهد معينة أو لا هو شيء انفرادي أنت مشكلتي اللي حواليك بيعرفوك. إنو بترسمي بالتراف فبيحبوا أولادهم كمان يتعلموا رسم جديد ونوع جديد من الرسم. هلا أنا ما بتقيد بأي معهد بأي مكان بأي جدران لا ما بتقيد. والكل اللي بيعرفني أنا برسم بالتراف فأي طوء أحيان بكون زيارة. زيارة عند إختي عند جارة عند رفيقة صديقة أحيان بالحديقة مثلا بيكون معي ورا رسموا بالتراف. يعني بحب أنو أي طفل يتعلموا. يعني ما في مكان معين. في البيت كيف أنت عاجقتين بالتراف؟ بيقولوا أحيانا الرسام خليني يقولها شوي عفش بيكون بالألوان أو بلوحاته. فما بيعلك التراف بيكون بالبيت. أنا عم عاني عمي هلا الحوالي عم يعاني الصراحة يعني من هالمشكلة هاي. بنحوة شبت لنا تراف. عالا ستتوى بجبتين خلط. قالوا أنا شبتم خلط لكم. هلا يبيسألوني قامت بدو يخلص المعرض ونخلص التراف. قلتلو ما رح يخلص التراف طالما أنا موجودة. وطالما في تراف. اللي ناطرين المعرض قلت له نحيضا نستمر عندي حيامكون جايي مثلا نزهر شي جاي باشي شو جايبي معاك بتفاجئون جايبي مع ترام كتير حلو خلينا نرجع نعرض بس اللوحات نحنا اختصرنا باللوحات اللي جايبت يون معرض كتير كبير انا حاطيتهم بالمعرض ومسافي صحيح فنحنا اكيد بدنا نتمنى لك كل التوفيق تستمير يا رب ودعتكم كمان تشاركونا وعلى فكرة انا راسمي شارتني نار بالترام كمان رسمتها من فترة طويلة كتير حلو كتير حلو نحنا اكيد بدنا نتشكرك ونتشكر ذا محبتك وحضورك ضمن الستوديو سؤالنا الاخير واللي هو سؤال استفتاء حلقتنا لليوم دايما منحس مادة الرسم بالمدارس تعطى ولا كمان بالاهمية المطلقة احيانا بيرجي مثلا الاستاذ معين بيكون مقصر بناحية معينة فبياخد حصة الرسم من الاستاذ حتى يعود الفاقد التعليمي انتي شو رأيك بالنسبة لحصة الرسم بما دارسنا حلو حصة الرسم اذا فيه مؤهلات فيه قاعات خاصة للرسم يعني حصة الرسم لازم يكون ضمن قاعة فيها في اهتمام ولا ما فيه اهتمام بما دارسنا لهاي المادة للأماعا يعني الأمو قصة أنه ما فيه اهتمام ما فيه البناء ما فيه القاعات اللي مخصصة لمادة الرسم لما أنا طالب بده يجي على القاعة يأخذ حصة الرسم بده يدخل على الجو على الجو يحبه ما يحبه أن يطلع منه ما يكون بحصة الدرس حصة درسية أنا قاعد بحصة درسية وتكون قاعة معينة لأنه أستاذ الرياضيات أستررسم ما بيحص في فرق غير لما أنت تعال الصالي لعند أستررسم ومتمشى لعند الانسي يطلب فيه حديقة فيه صالي فيه كذا يعني لازم يكون فيه اهتمام أكتر بالمدارس ومنهاجنا كتير حلو بيجنن بس يلزموا قاعات مخصصة للرسم لمادة الرسم حتى الطفل يكون بجو هدوء جو يعني رسم بالإضافة لمسيئة هادية أنا بحب المسيئة الصراحة الهادية مع الرسم كتير كتير حلو يعني نتمنى نحن من الأشخاص المعنية بهذا الموضوع وبمادة الرسم بالتحديد أنه تعطى أهمية كاملة لها المادة بقدر ما هنهتموا بي بباقي الموادر نحن أكيد لحيكون عندنا طاقة كتير كبيرة مدرسات الرسم ما في مدرس الرسم إلا عنده طاقة طاقة كبيرة بيادي بس أحيانا الظروف أو ممكن متواجد بمدرسة مثلا ما في حاعة ما في مؤهلات ما في شي بتشده شوي يعني بتنزل من عزيمته شوي بس بشكل عام ما في مدرس الرسم أغلبون يعني معقول يعني يعني بشكل عام ووجه كل التحيات لمعلمين وتحية لكل أساس الرسم صحيح وتحية لطلابي بالرقة اللي أنا درستهم دي مبعب اللقوا ينصار وعن جد إن شاء الله يا رب بيكونوا عوجودين معنا ولقوا ولا لبنات لطالباتي وطلابي برياض حجار أنا مدرسة بسنوية البنات أها حلو ووجه تحية لك كيف تعاملكم هونيك بالمدرسة عم تعطوا أهمية لها المادة أم لا أمام فيها الأهمية في اهتمام من الإدارة ومن الكادر التدريسي حلو من الطلاب من كل شيء إن شاء الله بتزوروا رشوفوا المدرسة عنا جلية إن شاء الله إن شاء الله أكيد بدنا نتمنى التوفيق لإلك أخيرا في عندك معارض رح تكون موجودة دوليا خارج سوريا إن شاء الله يا رب وين رح نكون فيه إن شاء الله يا رب لا أكيد ما رح أحكي بس إن شاء الله يا رب أكيد الطموحات تتغيرت إن شاء الله وكل نجاح أنا بعرفه لكن بس ما رح أحكي عنه لوقته ما رح تقول عنه خلص خلي سور إن شاء الله كلك زوء شكرا كتير لإلك نحنا كتير انبسطنا فيك طبعا هديتي لوحة أكيد ولوحة بترعب حسرا يعني أنا بدي أتشكرك شكرا شكرا كتير كبير لإلكم بسطنا أنك موجودة معنا ضمن نينار وأنا كمان مبسطة كلما أخيرا شو بتحب تقولي أول شي بدأت تشكر إزاعتني نينار اللي هي عن جد صدافتنا اللي أنا عام لي حلف ونحنا من المعجبين يعني شكرا شكرا في قلاقه داخل البيت وخارج البيت كلك زوء وبتشكر لقائمين هلا أمي بلح يجو يحضروا معرضي واتحاد الفنين تشكيليين بسوريا ووزارة السقافة في سوريا وكل شي يهتم يعني عن جده وأي شخص بيجي وبدو يشوف معرضي أنا كمان بتشكر جيته لعنا أكيد نحن أكيد بدنا نتشكرك الفنانة والرسامة جوليا السعيد كل التحية لإلك وتحياتنا لحضورك وبالتوفيق لمعرضك وللمعارض الجاية بدوليا كل التحية لإلك شكرا طبعاً لهون من كون وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا من برنامج استوديو نينار خلينا نذكر على السريع بسؤال استفتاء الناس لهذا الأسبوع برأيكم هل تستحق مادة الرسم بالمدارس أنه تحصل على المزيد من الاهتمام والرعاية أو أنه هي بتبقى بمجرد حصة للتسلية طبعاً نسبة الأشخاص اللي قالوا أنه هي تستحق الاهتمام أكثر نسبتهم 77% ونسبة الأشخاص اللي قالوا أنه هي حصة للتسلية فقط هنا 23% طبعاً منتمنى من أكيد المعنيين بأنه الاهتمام أكثر بها المادة لأنه هي مادة تعتبر مثل أي مادة تانية بتدرس بمدارسنا كل التحيات رفقنا بغرفة الإخراج فادي قروشان وكل الشكر أكيد لمجد منصور رفقنا عبر السوشال ميديا وكل الشكر للاستاذ هادي مخلوف مدير قسم السوشال ميديا كنت معكم بالأعداد والتقديم الياز ديراني بدو أدعكم على أمل لقيكم الأسبوع المقبل بنفس الوقت تبقوا بالفخير باي باي للكل